السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشرة صارة لكل طلاب أولى وثانية سنواني وضع الطريبات التعليم كشفت عن مفاجأة للطلاب أولى وثانية سنواني والمفاجأة دي نقول متوقعها بس برضو نقولها عشان كله بقى عارف ويتطامن بقى امتحاد طبعا شهر ابريل ومايو المقبلين هيبقى ورقي زي ما احنا متفققين في المدرسة الوزارة بقى بعتت خطاب على المديريات كلها والطالب يعتبر ناجح ركزوا وقف الحت دي عشان كله بسأل انا في الرماضي لا انا جاب مش عارف كام انا جاب كام يعتبر الطالب ناجح اذا حصل على تقدير عام اكثر من ضعيف كان اكثر من ضعيف يعتبر ناجح والوزارة قالت لك الطالب اللي وجهته مشكلة في امتحان الفاصل الدرس الاول يعتبر اجتازي المادة التي تعثر فيها وده الخطاب اللي بيظهر قدامك ده اهو يعمم على كل المديريات ويعتبر الطالب اللي ايه ناجح اللي حصل على تقدير عام اكثر من ضعيف ده كان بشرة صرح عبيت اه يعني اه بيينها لكم ويوضح لناس كلها لكل الطالبة جماعة في الترم الاول كله يعتبر ناجح مفيش فيها سقوط خالص يعني عشان نبقى عارفين كل الكلام ده فياريت كلنا نرتاح شوية من الموضوع ده والترم الاول خالص ما عدوش لازمة انا اللي يهمني الترمي التاني واحنا بنطالب يعني شوفوا حل في الجدول الكتير جدا من الطلبة واولياء الامور متضايقين منه وانعمل حلقات كتير جدا في الموضوع ده فالو في جديد ان شاء الله يكون معكم اول باول ان شاء الله وده كانت مفاجأة صار لكل الطلاب مبروك عليكم الترمي الاول خلاص ننتجه بقى نشوف الترمي التاني اللي هيبقى مارسو ابريل مع بعض ومايل واحده ان شاء الله خير ان شاء الله كلنا ناجحين رب تعدي السنادة على خير كان معكم اسامة رزق مؤسس اقيل اندرس في امان الله اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك